رغم الجهود الإقليمية والدولية المكثفة للتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين تتواصل عمليات التصعيد في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي بتنفيذ اقتحامات لمناطق بالضفة الغربية وشن غارات على قطاع غزة الجيش الإسرائيلي أعلن أن الطائرات الحربية شنت عدة غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة جنوبي فلسطين ما أسفر عن تدمير نفق تستخدم الحركة لإنتاج صواريخ في حين قال شهود عيان لوكالة رويترز أنه سمع دوي انفجارات عنيفة في القطاع عقب الغارات الإسرائيلية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد يوم على إعلان الجيش الإسرائيلي أن دفاعات الجوية أسقطت صاروخا أطلقت الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على مستوطنات حزام غزة يأتي هذا بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلوس في الضفة الغربية واشتباكه مع فلسطينيين ما أسفر عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة سبعة آخرين وفق ما أفادت وزاعة الصحة الفلسطينية من جانبها قالت ما تعرف بجماعة عرين الأسود وهي مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تتمركز في مدينتين نابلوس وجنين بالضفة أنها نصبت كمينا لجيش الإسرائيلي في نابلوس دون أن تذكر تفاصيل بشأن سقوط القتلى أو جرحة في غضون ذلك أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن مسؤولا رفيعا في المخابرات المصرية أجرى عدة اتصالات مع الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي في إطار جهود تقودها القاهرة لمحاولة تهدئة التوترات ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر